وفي النتائج المهمة على الأرض أكدت وزيرة المالية طيف سامي أن الاجتماع المشترك بين وفد المجلس الوزاري للاقتصاد مع المجلس الاقتصادي لأقليم كردستان ناقش الولافات المالية المشتركة للوصول إلى حلول لرواتب موظفي الأقليم والمنافذ الحدودية والسياسات الجمروجية وضريبية ووصفت المباحثات بفرصة تاريخية لتحقيق المصالحة المالية بين الحكومة الاتحادية وأقليم كردستان لتعزيز التعاون المالي بين الطرفين والوصول إلى حلول مستدامة للقضايا المالية العالقة وأشارت بالوقت ذاته لأن الاتفاق على ألية عادلة لتوزيع إرادات النفط والمنافذ الحدودية سيساهم في تعزيز الثقة والاستقرار الاقتصادي في البلاد